فنتعرف على طريقه كيفية حلمشكل ديس كورد ن що ش推ده نكون بداخточنا عاdrابط العدادات مثلا بنخرج تسبيقات ثم نكون بداختو العاacts ومسح مؤامش ثم بداختو على ايقاف الاجباري بعض داختو على الموافقة ثم نكون بداختو على مكان التخزين بعد الآخر وہitted سوف نقوم بالضغط هنا عن مسحة تخزين مؤقت بعدها سوف نقوم بقافة تشغيل ويفاي خاص بكم بعدها سوف نقوم بالذهب إلى مجر وغوغل هنا سوف نقوم بالبحث عن ديسكورد خاص بكم تفاعد هنا على هذا الشكل وإنما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وزيد من تحديد طباقكم ديسكورد خاص بكم هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا التخطي لازال لايك والاشتراك في القناة ونعاكم في فيديو